إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية في الأحياء الجامعية هذا ما قدمه النائب البرلماني سليمان زرقاني كمقترح أمام المجلس الشعبي الوطني فجاءت لجنة تحقيق هذه أولا ممارسة لصلاحيتنا كنواب في الدستورية والأمر الثاني جاءت لمساهمة في الإطار العام لتوجه نحواء الجزائر الجديدة لكن في هذا القطاع بالضبط قطاع الخدمات الجامعية والحياة الطلابية بصفة عامة هناك نوعا ما من الجمود بالعكس في بعض الأحياء الجامعية تراجع كبير للخدمات الجامعية تضمر مستمر للطلبة إصلاح قطاع الخدمات الجامعية لطالما شكل حجرة عطرة على مدار السنوات ورغم الميزانية الضخمة التي تخصصها الدولة إلا أنه ظل نقطة سوداء في حياة الطلبة لماذا هذا القطاع لم يأتي بالنتيجة المرجوة منه لماذا هذا القطاع قطاع الخدمات الجامعية لحد الآن يمثل حجرة عرقلة أمام التعليم العالي والبحث العلمي إذن للإجابة على هذه الأسئلة إرتعينا أن تكون لجنة تحقيق لأن شهدنا عديد الوزراء عديد الوزراء شكلوا لجان إصلاح لهذه الخدمات الجامعية لكن في النهاية الحوصلة وننتيجة لم نخرج مقترحات عمالية ولا تفعيل في أرض الميدال لأن بنية الخدمات الجامعية حاليا بهذا الشكل غير قادرة على الأقل على الأقل الاستفادة من حجم الأموال المصروفة في هذا القطاع وفي انتظار الموافقة على إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية يبقى إصلاح قطاع الخدمات الجامعية أكثر ملف شائك مطروح منذ سنوات